وتنضم إلينا من بيروت ليلة خليل مرسلة الغد من ساحة رياض الصلح ليلة ما هي أسباب تلك الحالة من الكر والفر بين محتجين وعناصر أمنية هذا توتر كن متوقع محمد خاصة وأن أعداد كبير من المتظاهرين تقف وتتجمع أمام ثقنة الحلو ولكن البعض من هؤلاء المتظاهرين عندما بدأوا بالتجمع أمام الثقنة بدأوا برشق عناصر قوى مكافحة الشغب بالزجاجات وأيضاً بالمفرقعات النارية وأيضاً كان هناك تكسير لبعض واجهات المحال في شارع ماريليس حيث تتواجد ثقنة القوى الأمنية التي يتواجد فيها حوالي 57 موقوفاً لا يزالون يتواجدون أو معتقلين في الثقنة عقب الأحداث التي حدثت بالأمس في شارع الحمرة في بيروت وبالتالي هذا الأمر كان متوقع نتيجة رشق القوى الأمنية بالحجارة والزجاج وأيضاً المفرقعات النارية المتظاهرون يصرون أنهم بقون أمام في محيط ثقنة الحلو في ماريليس حتى إطلاق صراح كل الموقفين علماً أننا نتحدثنا إلى أحد المحامين في فريق المكلف الدفاع عن هؤلاء الموقفين الذي قال لنا قد يتم إطلاق عدد من هؤلاء المتظاهرين الذين يثبت إذا ثبت أنهم لم يكون لهم علاقة بتكسير وجهات المصارف بالأمس وسيتم محاكمة أو تحويل ما تبقى إذا ثبت تورطهم إلى المحاكمة وبالتالي المتظاهرين بقون الآن هناك كر وفر وإطلاق قناب الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في ماريليس وهل هناك أي بيانات من السلطات اللبنانية عند أعداد من هم معتقلون حالياً أو موقفون يعني بالطبع الموقفون هم عددهم 57 في ثقنة الحلو كان العدد 59 ولكن تم نقل اثنين المتواجدون في ثقنة الحلو هم 57 أيضاً من المفترض أن يكون هذا العدد قد ازداد لأن القوى الأمنية عقب رميها أو بنتيجة رميها بالزجاجات والمفرقعات النارية قامت باعتقال البعض من هؤلاء الذين يقومون برشق القوى الأمنية وأدخاله إلى ثقنة الحلو لكن صورة خلفك ليلة في رياض الصلح تبدو هادئة تماماً صحيح؟ صحيح رياض الصلح لم تشهد اليوم أي تحركات التحركات كانت عند مصرف المركزي انتقل من بعدها المتظاهرون نحو ثقنة الحلو بالطبع للضغط والطلب بإطلاق الموقوفين الذين تم اعتقالهم ليلة أمس أيضاً كان هناك تحركات في كورنيش المزرعة حتى الساعة هناك بعض قطع لي الطرق في بيروت ككورنيش المزرعة احتجاجاً على توقيف الشبان في ثقنة الحلو أيضاً كان هناك قطع لي بعض الطرق خارج بيروت ولكن هذه الطرقات فتحت والوضع المتوتر الآن هو عند ثقنة الحلو علماً محمد أن يوم الغد ستنتهي المهلة التي أعطاها المتظاهرون للرئيس المكلف حسان دياب وهي مهلة 48 ساعة لتشكيل حكومة تكنقراط كما يطالبون مرسلة الغد في بيروت ليلة خليل شكراً لك اشتركوا في القناة